موسيقى 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 ما عرفتش الحد الآن السبب ما عرفتش لي أنه واش الفكرة الدوري الإماراتي هي اللي كتخلي المدرب المنتقب أنه يعني بعد أن اللاعبين اللي كي لعبو في الإمارات أنه يوم يجو الدوري الإماراتي كي تراجع مستواهم موسيقى ما قدرش أن نكون مظلم لأنه عندي أهداف مع الفريق فأنا كان حسنًا من المستوى دي ونهار غير تم المولادات عليه فقا أنكون أنا فرحان لأن هذا حقي أصلا وأنا كلاعب مغربي وحقق عجميع اللاعبين المغربة فأي لاعب كي حلم أنه يحمل القميص الوطني فكان ظلمني كنت في نادي الإمارات نادي الإمارات اللي كي لعب على النزول فتمت الدعوة دي لي لكن في اللائحة الأولية وبعد كنت تكون هناك لائحة نهائية كان دائماً استبعد من لائحة نهائية فكانت تقريباً 3 مرات تقريباً من كنت في هذه الإيمانات لكن في الوحدة ولا مرة حتى الآن كانت إشاعات كي يقولون بأن مراد باطناء رفض المنتخب لكن مراد باطناء مره غير فض المنتخب تمت الدعوة دياري ولكن في لائحة الأولية كانت 33 ملاعب لكن اللائحة النهائية استبعدت منها وكان يمكن الفريق ديالي فريق نادي الإمارات قبل ما نستبعد كانت بطولة إفريقيا كندن الأخيرة فنادي الإمارات إذا مشيت المنتخب فكانت نغيب عليه أربع مباراة أربع مباراة كانت كثيرة شوية أو خمس مباراة كانت كثيرة شوية لنادي الإمارات فجاتوا شوية الأمور صعيبة بنتقبل باش أن ننوع فإمكن كتب شي واحد في الفريق فهذا هو اللي اللي خلا مجموعة من الناس أنهم يقولون مران مرفض المنتقبل لكن من بعد تم استبعادي في النهاية لأن مدرب هو اللي يختار ماشي مراد هو اللي يرفض مجموعة قوية إذا شدناه كأسماء يعني إسبانيا، مرتغال، إيران فهذا ستكون مجموعة قوية ولكن نحن تقيقين، تقيقين أن نلعب الحمد لله في المستوى وكلا يوجد من أعلى دورية أوروبا فكانت مننا إن شاء الله يكونوا في حزن ظن جمهور المغربي اللي غاي كان ظن أي مغربي غاي تابعة الكاس العالم فكانت مننا وكان ظن المباراة الأولى هي اللي يلافزنا على إيران فغير قادوا لدينا واحد حضوض على الأقل لماذا لا نتعدل إن شاء الله غير مع البرتغال وإسبانيا؟ نتأهل إن شاء الله ولكن نتمنى إن شاء الله المباراة الأولى فعندها دور كبير باش أننا على الأقل تبقى لدينا واحد حضوض من اللعبو مع البرتغال وإسبانيا نكون على الأقل لدينا ثلاث نقاط والبعد اللعبو برتياح حقوصاً نعرفوا أنها مجموعة قوية غالبو ضد إسبانيا ضد بورتغال لكن هذا ما كي كانش بأنه منتخب مغربي المنتخب ضعيف عرشتنا في تقريباً إقصائية كأس العالم وليهدف تسجل علينا فهذا شيء إيجابي على الأقل حافز لنا أننا إن شاء الله في كأس العالم نتسجل علينا تهدف ونتمنى إن شاء الله خير المنتخب غير يكون عامل إيجابي لأن مجموعة من اللعبين كيلعبوه في أوروبا وكيلعبوه في فرق فرق اللي كتكون في المستوى ففي الأول كان لنا مشكل أننا لاعبين كيلعبوه في أجواء أوروبية ومن بعد كي يجي المنتخب كيلاث أجواء إفريقية في ملاعب كتكون ماشي في المستوى جو كيكون مختلف كتكون هناك رطوبة فاللاعبين اللي كيلعبوه في أوروبا كانوا كيلقوا مشاكل لكن هدي فرصة بالنسبة لهم هم كلاعب غير أبو الأن فالحمد الله غتكون تظاهرة في دولة أوروبية في ملاعب غتكون في المستوى فعني كتير مشاهدناش المنتخب الوطني في كأس العالم وهدي الحمد لله الجمهور كل كي ستنا الفريق الوطني أنه يمشي للروسيا باش أنه ما نظنش أننا نصادقين من بورتغال وإسبانيا وأنا غمشي فقدين أمان لأن منتخب مغيبي متخب كبير وعندوا لعيبي اللي في المستوى والحمد لله كي ما قلت بحتفل إخسائيات كاس العالم متسجلة له ولا هدف وهذا شيء إيجابي اللي غي خلينا أننا نمشي للروسيا باش أننا إن شاء الله نتأهله موسيقى 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 الموسم هذا باش أنه نجي ونساعد الفريق وأنني نفوز في التوري من بعد نخد لهم نقول تقريبا نجي من شهر 12 ونقول لهم أنني نبغي نرحل الفريق الأوروبي باش أنني لا يفرر المتخاط فحتى غايكون صعبة فبمسيبالي جيت باش أنني وعطيت وعدة أنني باش أنني ان شاء الله نجي نحص المستوى ديني ونحص المستوى للفريق ونعطي إضافة للفريق الوحدة موسيقى المباراة الأوليتي المنتخب بيّن أنه منتخب في المستوى عدنا لعبين أصلاً هنا عدنا لعبين كيكونوا دائماً يعني تقنياً كيكونوا فنياً كيكونوا في المستوى مدرب جمال سلامي اللي قام بذور كبير أنه قد لنا على الأقل فريق اللي من بداية الشعر بيّن وعطاه ميساج للناس بأن هذا المنتخب غير يقول كلمة ديالو مولغ وأنا كنت مرشحهم بشكل كبير يعني بواحد نسبة كبيرة لأنه كيف مزوب نتيجة كبيرة وكي قدموا أداء اللي في المستوى طيلة المباراة فالصراحة كان هنيهم من هم المباراة والأغلبية كي زملاء ديالي فكان هنيهم وكانوا كي يستاهلوا وحتى طنظيم كانت في المستوى فالمغرب خاضي بشكل جيد لو كنت في المغرب منتوج بالقبل لأنه كاسبريقي على الأقل فنعرفوا اللاعبين في الواصلين ديالنا لكن اللاعبين الحمد لله دايما في المستوى الحال فرصة كانت اللاعبين المغاربة فإشأنهم على الأقل يبينوا المستويات ديالهم فكين اللاعبين اللي غيستفدوا من هاد البطولة هادي فكين مجموع من اللاعبين اللي تنظر من شرقي الهلال اليميق الجنوان فهذه الأشياء الجديدة ومجموع من الآن ديك التابع الآن اللاعبين كانت فرصة بالنسبة للاعبين أنهم يبينوا المستويات ديالهم خصوصاً غيكونوا مجموع من فرقتي تابعونا بالشعر فالحمد لله أنه كان لقب مغربي البطولة الوطرية بطولة صعيبة لأنه عندها طابع خاص إلا ما لعبتيش في البطولة الوطنية ما تقدرش تفهم مجموع من الأمور ما نظنش أنه لاعب أجنبي سهل أنه يجي ويتوفق ويتأقلم الضغية ويتوفق في الدورة المغربي لأنه عنده أجواء خاصة فبطولة المغربية بطولة كبيرة وبطولة لي في المستوى كنظن كتخرج لنا دائما اللاعبين على الأقل خصوصاً في المواسم الأخيرة كنظن أن المغرب عامة حقق نتائج إيجابية كنشوفوه المنتخب الوطني تأهل للكاس العالم الويداد البيضاوي فاز بالعصبة اليوم فريق المنتخب المحلي فاز بكاس إفريقيا عدي أشياء إيجابية كما غاربهم منسبة لي ماشي قادر ولكن يستاهل لأن البنية التحتية المركبات لف أقادية لف طنجة لف مراكش لف دار بيداء الرباط كلها مركبات كبيرة ومركبات في المستوى لشنا غي تدارو الأخيرة كأس إفريقيا كنظن مجموعة من البلدان اللي تفاجئوا وشافوا أن المغرب مشابعية خصوصاً البنية التحتية كنستاهلوا إن شاء الله لملا وأننا نضموعة تدهورة كبيرة كبيرة وإن شاء الله لملا تنتم في المغرب من الدوا في المغرب إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة